أستاذ داود دودي ست ليلة لولي شهود وياكم انتظرين بره وحيا مستمسكاتكم هينو سهلا بيكم يلا دقائق وندخل على القاضي بس بلازح ما وين الحمام أول ما تطلعين على يدك إسره دودي باي باي ما عشتغلتش مبين عليك تحبل اللي أخد لولي أموت عليها الله يبعد عنكم الشر إن شاء الله كل ساعة جاهدنا حال الطلاق لا أنا ولولي نختلف يحفظ لك لولي إن شاء الله هم كلهم يجي يقولون بالبداية بعدين شوي الله يبعد عنك المشاكل التعليق أقول لك يا قرائبك لا غريبة أقول لك تشيكتي أهلها عندهم ظهر بالدولة سلاح عشرتهم قوية أهلها كل شي عدهم تخيل يعني إذا تعاركوا يو واحد يتفوه ما حد يندله وليش تروح بعيد ذاك اليوم خطيئة عديلة ماكو بس نواة يطلق ست طلقات في الرجلة بس أنا ولولي نختلف يحفظ لك لولي إن شاء الله آمين هم ليش محلة هو يعديلك بالقانون لا دايحلوها بالقانون وماشيين بالإجراءات أنا معرف هم وينوصلوا بس والله أنا ولولي نختلف يحفظ لك لولي إن شاء الله آمين هم أكيد وضحهم القانون يا فضل شلون تخاف عبالك القانون مثل ما بالسينما وبالإفلام والمسلسلات ما بتهمتك يعني إش تقصد ترى قلقتني قلقتني إش تقلق خايف من شي لا لا أنا ما خايف أبدا ما خايف هم أيثين من الزوجين وصير بيناتهم مشاكل بس أنا ولولي نختلف أحفظ لك لولي إن شاء الله آمين تدري بعد الطلاق الشقة الساكنين بيها صير لها؟ ها؟ وإذا ماكو شقة فإنت مجبر تحيي إلى شقة من جديد وغراض البيت؟ إذا ممسوا قائمة سلقك وتأثث براسك من جديد سوي قائمة ليش؟ أنا ولولي نختلف أحفظ لك لولي إن شاء الله آمين هاي ما عادل نفقة طبعاً أنت بكيف غير؟ تقدير محكمة ويكسرون ظهرك ما أنت يحزون على راتبك ويقصون النفقة أرفع قضية تخسرها هاي ما عادل غايب صدوك أهلا خلوا غايب يكسر الظهر وصريف الطفيل ودراسة بعد والطبيب والزايدة وإنت أكسة أنت أصلا راح تطلع منا تصرف على الحنة وعالعريس وعالزفة وعالقاعة العريس وشهر العسل زين ذل ليش كل هنا برأسنا؟ أو تدري إذا رات عوفك بلمح البصرة تعوفك متشين وكيفك تحتي؟ غير أنا راجله تعوفك وتطلع من بياه شا تسوي له؟ أطلبها البيت الطاع تنشي زورة سنة تطلق والصرفته أنا هذا الحجم يصرف لي أنا راح أروح ومن تجي ليلة دير بالك اللي قيلها لولي قلها عافية أطفال دير بالك عن نفسك دودي أعرف خطيئة مساعدك لو مثل الورود مشل الموضوع؟ جاي يصير بالشباب؟ يا شيطان جاي يدخل بيناتهم؟